نتعرف في هذه الجولة على أبرز أدوات التهديد الحوثية لدينا في البداية مشاهدين الصواريخ الباليستية ويمتلك الحوثيون صواريخ يصل أقصى مدى لها نحو 1200 كم وسبق أن أطلقوها باتجاه الرياض ومكة المكرمة وتم اعتراضها ووفقاً للتقارير تحالف دعم الشرعية والجيش اليمني فإن منصات إطلاق الصواريخ الباليستية تتركز في المناطق التالية ذمار، صنعاء، عمران وصعدة إضافة لبعض المناطق الساحلية شمال الحديدة وغرب محافظة حجة أبرز تلك الصواريخ ما يعرف بصاروخ بوركان وينتمي لعائلة سكاد من الصواريخ وهو من الصواريخ التي زودت بها الحركة الانقلابية زودت بها من قبل إيران لدينا ثانياً الطائرات المسيرة ويتم إطلاقها من منصات أيضاً في صنعاء وعمران وصعدة وتطير لمسافات طويلة وبها تم استهداف مضخات النفط في السعودية الأسبوع الماضي كما سبق واستخدمتها الميليشيات الحوثية في هجوم على قاعدة العند العسكرية الألغام البحرية أيضاً هي من أساليب تهديد الحوثيين حيث نشر الحوثيون مئات الألغام في البحر الأحمر ومعظمها إيرانية الصنع ودمرت قوات التحالف والجيش الوطني نحو 500 لغم بحسب تقارير رسمية لدينا أيضاً الزوارق المفخخة واستخدمها الحوثيون في مهاجمة سفن في البحر ومحاولة استهداف منشآت النفطية على سواحل جازان السعودية وأطلقها الحوثيون من زوارق مفخخة من مرافق المخة والخوخة والدريهمي وميدي وبعد استعادة الشرعية السيطرة على هذه المناطق فإن نقاط إطلاق الزوارق المسيرة للميليشيات أصبحت تتركز في موانئ الحديدة والصليف وجزيرة كمران وميناء اللحية شمال الحديدة